بين هؤلاء والموت ستار أراد من نصبه هنا بإضافة لبناء حواجزة رابية صرف نظر قناص حوثي عن أبناء هذه المنطقة والذي يستهدف حياتهم بشكل يومي لكن لم يحجب الموت عنهم لا جيش ولا سلاح ولا مقامة ولا حتى دافع الأخوة فكيف إذن بستار؟ التحذيرات لم تكفي لجعل المواطنين يلزمون منازلهم لا مستجيب فأعمال كثيرة تجبرهم على الخروج طلب الرزق والتعليم إحداها لذا وجب عليهم الوقوف تحت رحمة قناصي الحوثي اختبارات الشهادة الثانوية والتي تحدد مستقبل الكثيرين بدأت كان ضروريا على الشاب أحمد بديع الخروج لأحد مراكز اختبارات الشهادة الثانوية في منطقة زيد المشك لأداء الامتحانات لكن رصاص القناص الحوثي كانت أقرب إليه أخذت منه مستقبله وحياته معا ولأن القناص يعلم أنه لا مجال أمام المدنيين إلا الخروج لمجال رؤيته أبا إلا التمترس في أماكن استراتيجية لاستراق أرواحهم وإنهائها لكن بالرغم من كل هذا تحول مدينة تحس بما فيها من مواطنين إكمال سير الحياة فيها بشكل طبيعي بعيدا عن الخوف ويمضي الطلاب فيها محاولين العبور من بين الرصاص إلى مقاعد الامتحانات لاستشراف المستقبل رغم الموت